إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وذلك حذر الرسول من الاستعجال في قوله لخباب بن الأرد عندما جاء إليه يشكو إليه تعذيب الكفار ويشكو إليه واقع المسلمين الضعيف في مكة يوم إذن قال له في نهاية الحديث ولكنكم تستعجلون وليه كارنا إتولا رسول الله عليه الصلاة والسلام mengingatkan kepada خباب الأرد خباب بن الأرد dimana ketika itu beliau disiksa oleh orang-orang مشrikin dan mengadu kepada رسول الله عليه الصلاة والسلام tentang beratnya siksaan maka رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام bersabda kepada خباب ولكنكم قوم تستعجلون tetapi kalian adalah suatu قوم yang tergesa-gesa إذن الإصلاح يعني الصبر يعني عدم الاستعجال يعني أن تكون رحيما بالأمة كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وكما بيّنه في حديث إذا يأست من الناس فلا تيأس من أن يخرج الله من أصلابهم من يحقق توحيد الله ويحقق عبودية الله ويستجيب لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله untuk diangkat gunung كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترgesا-gesا وَعَلَى مَعْرِفَةِ السَّنَنِ اللَّهِ لأن هؤلاء الذين يقعون في هذه الأمور هم مستعجلون والمصلحون على الوسطي كما كان الأنبياء على الوسطي karena orang-orang yang melakukan kerusakan-kerusakan tersebut pada hakikatnya adalah terlalu tergesa-gesa maka الإسلاح itu adalah manhad yang wasat yang dilakukan oleh para nabi